السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين ربا يوحييكم في هذا درسة أجرح كيف تحول بين data type كيف تحول من string إلى integer من integer string من float إلى string والعكس والdate وغيرها الآن حتى أحول إلى string لو كان لدي var y يساوي 5.5 و var z يساوينا date الآن كيف تحول هذا date تحول هذه البيانات كلها إلى تحولها إلى string حتى تحول أي بياناتها string فقط تقل bar to string يعني يساوي أن أول شيء أكتب string تحتوي على x x value و أقل x plus x y dot to string ثم أقل plus z الآن الآن حولت الانتجار إلى string و float إلى string و date إلى string الآن أطبع data ثم 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 جمعتي string أعمل string تجمع ثلاثة وأقل له c الآن لو أذهب وأعمر أنظر ستريع الآن 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 و جئت أريد أن أحول البيانات من String إلى الانتجر يعني لو كان لدي هذا عشرة بهذا الشكل وأريد أن أحولها بصيغة String أريد أن أحولها إلى أنتجر أريد أن أحولها إلى varx وهنا sString أحولها إلى أنتجر فقط أقول لها String حتى تحول إلى أنتجر أقول لها varx 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 أعطيها أي String سوف أتحولها إلى أنتجر الآن جئت لx الآن أي String أستطيع أحولها إلى أنتجر بإستخدام varx الآن نعمل Refresh 5 عشرة شي جميل الآن هاي varx تحول أي String إلى أنتجر أنا لو كان لدي أريد أن أحول إلى float يعني لدي 10.5 ويجب أن أحولها إلى float فنقل لvars float varx float سوف تحول لأي float إلى الرقم من صيغة من أي String إلى float فحولت إلى float الآن لجئت عملت الرقم من 10.5 شي جميل الآن بقل الشي الجزء الآخر وهو date يعني كيف أحول String إلى date فقط أقول له x يساوينا date يعني الآن أخذنا String وحولناها إلى date الآن سوف أستطيع أن String الآن يجب أن أكتبها بهذا الصغر صيغة date المفبوض هي 2015 slash zero nine أي تاريخ 10 عشرة 2015 New date وقل له save الآن نذهب وعمل الرقم الآن حولنا String إلى date بقى شيء number number هو مشابه لو كان لديه عشرة وإذا حوله إلى number number ممكن يحول لك بهذا الطريقة نحول لك أي String إلى number لأن هذا String حولناها إلى number 10 ليس فقط String ممكن يحول لك 10.5 إلى number String يعني من أنتجة يعني من float إلى number رحول لك إلى number أيضا من date إلى number يعني ليس فقط هذي نستطيع أن تحول date إلى number يعني الآن الاس هو new date هذي إذا تحول إلى number نفس الحالة ممكن أن تحول لداتا تاعم إلى number هذي حول لك إلى data إلى number هذا كل ما في هذا الدرس ما نتلقي في درس أخرى إن شاء الله موسيقى